اشتركوا في القناة احنا كعراقيين او كعرب او كمسلمين او احنا من الشرق الاوسط اذا ما جزنا من هذه العملية اللي سموها لخاطر فلان ولخاطر علان عمرنا مايصر ابن ارصنا خير يعني اذا انا انتقدت او قلت شي على رغد رغد من هو لو لو صدام حسين بعد اسم رغد رغد حالة حالة اي واحد فلسين ما تسوى حالة حالة اي واحد لما احد يطلع لي ويقول لي مايصر تحكي على رغد ومايصر ليش مايصر على رغد هل رغد منزلة من السماء هل رغد معصومة واذا هي بترئيس صدام حسين يعني انت ما سامع يخرج من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم يعني اولاد نوح عليه السلام لازم هم من اش اسمه زوجة نوح غيرهم زين هل جماعة مقتدى مؤمنين بشي اسمه مقتدى ولا دي يمشون وراء بسبب ابو لا هو عالم ولا هو مرجع ولا هو فقيه بس دي يمشون وراء بسبب ابو بابا نويل الاراق اللي خلفنا هالزبالة يعني اذا انا ما انتقدت رغد او ما تكلمت على المساوع اللي قاعد بسببها تيجي للرئيس صدام الله يرحمه زين راح نكون قطيع حالنا حال قطعان مقتدى وعمار والمضاجئ كلام هذا واقعي لو بس انا اذا اقعد اتفلسف عليكم يعني واحدة رغد قلناها ونعيدها ونقولها اول من خان الرئيس صدام حسين الله يرحمه بخروجها مع المجرم القاتل الخائن حسين كامل يعني ليش احنا دائما لازم نكون عبيد لأحد هذه قناة احرار ما عاجبك كلامي لا تيجي عندك فرس نهار عندك اسماء كمالية روحوا هناك دحجوا تفرجوا هذا يسب ويغلط ويجيب لكم ابو درنفيس وابو شمعدان وابو علان ويومية قصة ويومية فيلم ويش روحوا يشبعوا تشذب هناك ما عاجبكم كلامي ليش تجون تشتركون وتقعدون تسبون حجيت على طويل الامور طلعوا لي زبابيق دولار احشي على مقتدى طلعوا لي زبابيق انا انسان حر اتكلم اللي اريده ما تجي انت تحط كلامي بحلقي لازم اتكلم واحد اثنين اثلاثة والله كذا وكذا وهذي انت مو كيفك هذا انا احشي اللي اريده عندك نقاش تعال اسعد ويايا ناقشني اقنعك او تقنعني بس ما لتجي تفرب علي رأيك ارقعك بال44 ما عندي كل مشكلة فاحترموا اقول الناس يعني من اقول على رغد خائنة هي من خانت ابوها قبل اي قائد عسكري قبل احتلال العراق قبل وقبل لا يعني حسين المقبور رجلها والفيديو في قناة يعترف علىنا يقول انا لما طلعت قبل 10 ايام من خروجنا كان اتفاق بيني وبين العائلة يعني يعني مثلا حسين كامل دي يتكلمها مو آني باللسانة دي يقول انا كنت متفق مع عائلتي منو عائلته اللي هي رغد وجهالها واخوه صدام كامل واولاده وزوجته فالكل كانوا متفقين وتم تهريب الاموال وتم تهريب كل شيء كل شيء كان مرتب وطلعه اما انو احد من العائلة اللي خرجوا معي رب يعود الى البلد هذا لم يسك خرجنا باتفاق كامل كاملا كاملا انو نخرج من الاموال فهذا كلام زين هل هذه خيانة يعني انت عشر تايام تعرفين طلع لي واحد ذاكريا مكاتب لي يقول الزوجة لازم اطيع زوجها وتمشي ويا لأي مكان يعني رقعك بال44 يعني اذا زوجها ابوها رئيس الدولة انت تعرف زوجها الخائن دايريد يطلع يسوي انقلاب لان هي رغد تحب البروز تحب الاني مثل ما تتسوي هسا ومن تحكي كلها تحكي عود بصوت الرئيس تريد تطلع تريد تصير السيدة الاولى بالعرب بس هو صدام حسين الله يرحمه كان الغلط به انت من طقيتهم بدهم حسين حسين كامل وكل اللوية لازم هذولهم تحطهم وياهم حتى لو كانت بنتك يعني ذول خونا يعني ما انت سويت شو مرتهم بمزرعة وشو مرتهم وراحوا وبعد ينطلع لسانهم ووسا ووسا قاعد تصرح العودة وان شاء الله كل حادث يا حديث وذول المطبلين الزعاطيق وذول اي رغض راح ترجع وتسوي بابا ترجع وين ترجع مئة وعشرين مليشة بالعراق بعد مطب الحدود يصفوها ويا من ترجع انت راح ترجع وياها الدافع لها من كم واحد دولا جماعة البعثية وانحنا الرفاق وسيد الرغد ومعرف شنو سيدة عليكم مو علي السيدة عليكم ولا على العراقيين لان العراق والعراقيين بعد ما راح صدام حسين وظهرت حقيقة عائلته كره هذه العائلة كراها يعني لان الناس كانت مخشوشة وكانت تعرف بانه هذه العائلة متماسكة وتحبها وبعدين وبرغد وبكذا بس الخيسة طلعت الخيسة طلعت بعد الاحتلال رغد قضتها نفوخ وشفوط وكذا وحرير زوجتها الفلان وبالمناسبة رغد رغد خاضر غيدان قصي الله يرحمه الشهيد قصي غصبا على الراح والإجاء بسبب رغد زوجت زوجة قصي الله يرحمه الى رجل أعمال أردني ما حد يعرفه بهذه السلفة وتحد رغد تنكر هذه هي اللي زوجتها وفرضت عليها يعني أكثر من هذه الفضايح وهذه الزبالات قلنا نسكوت بس وصلت مرحلة ماكي سكوت كل ما أسكت كل ما جيفة تطلع وما أقدر أصبر ما أقدر أصبر من أشوف جيفة وخيسة ما يهمني بتصدام حسين واذا بتصدام حسين بتصدام حسين أنا بالنسبة إلي صدام حسين ما عنده أي بنات بعد يعني اللي هم بنات اللي ما طلعوا وما حكوا ولا كشفوا أسرارهم أو خططهم أو حتى شي حلة الله يستر عليها ورنى الله يشافيها وأمهم الله يطيها الصحة والعافية وقعدوا أخذوا تاريخهم وياه بزينها بشينها وقعدوا بقطر وأبوكم الله يرحمه بس هذي اللي تنطنت هذي اللي تنطنت يومية قائلة العربية وأسرار وهذي الذكريات وهذي مذكرات وهذي معرف شنو هذي قاعدوا ونشبي يعني هيتش ردحشي أنت خزيتي أبوك في حياته وفي مماته فجوزي جوزي يعني ما جوزي وانت الدباب ماتك بالأربعة أربعين يرقعون كل ما يجوني أمي أنت وهذي الساقط حرير حسين كامل هذا المجرم القاتل الحرامي اللي أبوك صدام حسين سواه من عريف خمس وزارات سلم هم الغلط به يعني هم لازم نحشي الحقيقة نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير قناة لطيف يحيى قناة العراقيين ومحبي العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر